على وقع استمرار الإضرابات توسعها في فرنسا احتجاجا على إقرار قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان بدأت الانعكاسات تظهر على عدد من القطاعات ومع استمرار إضراب عمال المصافي سحبت فرنسا 5 ملايين برميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية طلبت الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها في أربعة مطارات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ما هي نهاية هذه الاحتجاجات؟ هل تتراجع الحكومة عن القانون أم يتراجع المحتجون ويستسلمون ويتركوا تظاهراتهم وإضراباتهم؟ أسأل ضيفي من باريس الكاتب الصحفي علاء بونجار أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار بداية فعلا هذه معركة تعض أصابع بشكل كبير هل المعركة على الأرض أقوى وأكبر من المعركة لإسقاط الحكومة داخل البرلمان؟ نعم مسأل خير سيدي في الواقع ربما أضيف على ما ذكرته هو أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث تم إلغاء زيارته وتأجيلها بسبب مخاوف أمنية نعم أجل الرحلة عمليا من ناحية القانونية من الناحية الرسمية هناك قانون مر داخل البرلمان المعارضة خسرت وفشلت في إسقاط الحكومة الرئيس ماكرون متمسك بموقفه لا يريد سحب القانون ويعول على ربما شيطنة المظاهرات والاحتجاجات والانتقال إلى العنف من أجل أن يكرس دولة النظام والقانون لكن على الأرض هناك مخاوف مخاوف من انزلاق الأمور فرنسا تلقت شكاوى وتحذيرات من منظمات غير حكومية حقوقية أوروبية عن كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين هناك متظاهر فقئت عينه في التظاهرات الأخيرة هناك تكسير العنف أخذ درجة جديدة تبدو القضية قضية لي أذرع بين ماكرون المتمسك برأيه والمتظاهرين ولكن الواقع أن الحل هو في يد الرئيس ماكرون حتى النقابة الإصلاحية التي كانت دائما إلى جانب الحكومة الفرنسية عرضت على الرئيس ماكرون مشروع أن يتم تعليق مشروع نظام التقاعد لمدة ستة أشهر حتى تهدأ النفوس لكن الرئيس ماكرون رد وقال بأنه يمكن النقاش والإتقاء مع النقابات ولكن لا حديث عن سحب هذا القانون الرئيس الفرنسي هو في عزلة والأمور تتجه نحو التأزيم خصوصا مع مظاهرات اليوم وغدا وأيضا يوم احتجاجي كبير يوم الثلاثة المقبل الأنظار تتجه للرئيس ماكرون الأنظار تتجه للرئيس ماكرون اسمح لي هنا في بعض المقالات التي قرأتها والتحليلات البعض وشبهها بمظاهرات 1968 ضد ديغول عندما كان الإطاحة به من خلال مظاهرات وعشرة ملايين إنسان في الشارع هل يمكن أن تصل حجم المظاهرات إلى هذا الوضع؟ هل يمكن أن تتحول المظاهرات ضد الحكومة وضد ماكرون بحيث يجد نفسه هو ربما أصبح في ميزان الخروج من الأساحة السياسية لهذه الدرجة؟ أم في مبالغة في حجم المظاهرات وتأثيرها على الأرض؟ ما رأيك؟ في الواقع هناك هذه الحالة التي يعيشها الفرنسيون وتصفها صحف هي حالة حقيقية لحالة احتقان لم تشهدها فرنسا وغير مسبوقة حتى ما حدث مع السطرات السفراء هو مختلف اجتماعيا وربما كان محدود بفئة اجتماعية معينة ولكن نحن هنا نتحدث عن نظام المعاشات نظام التقاعد الذي يهم المواطن العادي خصوصا أن الشباب حاضرون بكثرة في هذه التظاهرات وبالتالي إذا خرج ثلاثة ملايين شخص مثل التظاهرات الماضية باعتقاد أن هناك إصرار من الفرنسيين وسيكون هناك أربعة ملايين خمسة ملايين ما يمكن أن يغير رأي الحكومة والرئيس ماكرون هو انزلاق العنف وأن يكون هناك إصابات دراماتيكية للمتظاهرين في الشارع رئيس الحزب الشيوعي اليوم قال بأن الرئيس الفرنسي ماكرون هو مسؤول عن خلق جو من الحرب الأهلية داخل فرنسا أجواء حرب أهلية عندما يتحدث هكذا رؤساء الأحزاب فهم يدركون بأن ما تعيشه فرنسا هو غير مسبوك سبق في الماضي أن كانت هناك حكومات مرت بالقوة في 2006 دومينيك دوفيلبان وكان هناك شباب ولكن عندما وصلت الأمور ما وصلت إليه وتم ضرب المراهقين والشباب من طرف الشرطة وراء الرأي العام هذا قررت الحكومة أن تسحب القانون حقنا للخواطر والدماء وأن يتم تكريس وتفضيل الوحدة الوطنية الرئيس ماكرون يبدو تحت ضرد كبير اسمحني أن نحكي فقط في تفاصيل القانون لعل الرئيس ماكرون اختار أسوأ توقيت لتمرير هذا القانون لأن كل العالم الآن يمر بأزمة يعني أزمة تضخم في مشكلة في غلاء الأسعار يعني أصلا في مشاكل اقتصادية فأن تأتي وتطرح هذا القانون في هذا التوقيت هذا يزيد المشكلة ثانيا ألا يوجد هناك قطاعات مستثنية لأنه منعرف عادة ليس الكل يدخل التقاعد في نفس السن في مهن صعبة ألا يمكن الرئيس اللعب على هذه القطاعات التي ربما تعفى من رفع سن التقاعد هذه الاقتراحات وهذه الخيارات البديلة للرئيس ماكرون طرحت من النقابات وطرحت أيضا من مقربين من الرئيس ماكرون على أساس أنه ليست توقيت المناسب عشر مليارات يورو التي يريد توفيرها الرئيس ماكرون كان بالإمكان أن يتم اقتطاعها من مجالات أخرى الحديث ربما عن قطاعات معينة بدرجة مهمة لكن الرئيس ماكرون مع كل هذه المقترحات أبى إلا أن يجعل من مشروع إصلاح نظام التقاعد المشروع الذي يمثله وكأنه أراد أن يدخل التاريخ في الوقت الذي عجز فيه منذ عشرات السنين بل منذ ثلاثة عقود كل الرؤساء الفرنسيين بإصلاح نظام التقاعد لأنه حتى عندما يتم إصلاح نظام التقاعد في الوقت الراهن مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية يمكن أن يتغير النظام خلال أربعة سنوات الرئيس ماكرون قال بأنه هو الشخص الذي بإمكانه أن يواجه الجميع وأنه أذكى من الجميع ويمكن أن يصلح نظام التقاعد ولكن بأي ثمن وبأي طريقة ربما في بعض الأحيان الحنكة والتريث ضروريان في السياسة وربما هذا ما ينقص الرئيس ماكرون على خبرته السياسية الخبرة السياسية وما فهمته أيضا أنه يعني رفع سن التقاعد سنتين ليس ذلك الإصلاح الكبير جدا في نظام التقاعد يعني هي ربما تكون خطوة مهمة لكنها ليست تلك الخطوة الكبيرة وثمنها قد يكون أكبر بكثير من هذه النقطة وبالتالي الرئيس ماكرون يجازف بالكثير من أجل الحصول على القليل هل هذه هي الصورة؟ صحيح في البداية عندما تحدث الرئيس ماكرون عن سبب تبسكي بمشروع إصلاح التقاعد قال بأن هناك فرنسيين صوتوا له ولو بأغلبية نسبية وعليه أن يفي بالوعد بعد هذا قال بأن هناك مشاكل في تمويل نظام التقاعد وعندما اقترحت عليه خيارات أخرى ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه قال بأنه إذا لم يتم إصلاح النظام التقاعد ففرنسا يمكن أن تدخل في أزمة اقتصادية كبيرة الرئيس الفرنسي باعتقادي أنه يحاول أن يدخل التاريخ أن يكون أن يفي بعهده ولكن في الواقع ما يحدث حاليا هو يعرف جيدا طبيعة المجتمع الفرنسي أن المجتمع الفرنسي معروف بالثورة الفرنسية معروف بأنه قطع رؤوس الملوك في السابق ولا يرضى أن يتم فرض عليه قانون معين ولكنه ربما يخطئ الطريقة في التعامل مع الفرنسيين وأيضا يقلل من شأن التظاهرات والاحتجاجات وأنا باعتقادي وكما يرى المراقبون هنا أنه في النهاية سيرضخ وقد يجمد القانون ويسحبه على الأقل المجلس الدستوري قد يلغي القانون أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من باريس الكاتب الصحفي على ابو نجار